اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال سعادة الدكتور محمد بن دينة ان الدورة التدريبية تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين لتطوير القدرات الوطنية وادامتها من خلال تدريب العاملين في فرق الاستجابة الاولى من اجل تحقيق افضل اداء في اعمال الاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية المحلية والعابرة للحدود وفقا للدليل العملي والمعايير والارشادات التي اصدرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن اشتركوا في القناة